تجربتي مع المكنسة المحمولة من شركة سوكاني أنا كان نفسي في المكنسة المحمولة دي من فترة كبيرة ووقتها ما كانش فيه غير مركة أو مركتين بس هي اللي منزلاهم والاتنين كانوا منزلينها بأسعار عالية جدا فأنا بصراحة صرفت نظر عنها وقلت ما لها المكنسة اللي عندي فلاقيت شركة سوكاني منزلة مكنسة محمولة بنفس الفكرة بتاعتهم بس بشكل مختلف وبسعرها طبعا أرخص بكتير فقلت خلاص هجربها وجبتها وهجربها دلوقتي وهجربها معاكم وهشوفها فعلا كويسة وتستاهل ولو حد بيفكر يجيب مكنسة محمولة تستاهل انه يجيبها ولا لا وهي جاية في الكارتونة بالشكل الصغير ده على فكرة خفيفة جدا جدا وهي أصلا في الكارتونة بتاعتها هي خفيفة وهفتح بقى الكارتونة بسم الله أنا هطلع كل حاجاتي اللي جاية معاها وبعدين بقى نشوف طريقة التركيف ودي اللمامة بتاعت المكنسة نشوفها بقى مع بعض ونركبها كمان والحاجات ده الشكل المطور بايز اقول لكم خفيفة جدا هي مكتوب عليها ان هي ما تجيبش اتنين كيلو كيلو تسعمية وحاجة آآ علشان بقى نوصل اوه دي طريقة تركيبة سهلة جدا ده المطور ودي المصورة اللي معي او بدخلاها كده اضغط شفايس معاها الفرشة دي بحطها كده والفرشة دي بقى بستخدمها لو هعمل سطارة هعمل شيش اي حاجة نماظم اللي عندهم الفرشة دي بيستخدموها للستاير وبيشيلوا التراب اللي على الستاير بتتشال بسهولة نحط البلاستيكة دي دي برضو الحاجات الرفاية قوي زي مجرة مثلا بتاعة الشباك او اي جزء رفاية مش عارفين يدخل فيه المكنسة برضو بنحط دي بس بندخلها كده وبرضو بنشغل المكنسة اللي بقى الاصلي بتاعي المكنسة اللي هو ده اللي بقولك وبرضو مارينه حلو جدا وبيتحرك في كل حتة وبقت هي دي شكل المكنسة طيب معاها كمان قبل ما هنجربها عشان ما رجعش تاني للتركيب معاها الكارتوم ده الكارتوم ده بقى لو انا عايز انضف الجسالة من جوه ده اللي لانا شفته في الفيديو انا معرفش يعني لسه هشوف استخدامها ايه بس الفيديو الدعائي اللي انا شفته للمكنسة كانوا بيستخدموا لل الكارتوم ده لو فيه تنضيف حاجة جوه الجسالة بس بدلا هحط المصورة دي هشالها كده هحط الكارتوم ده كده جوه بس وابتدي ان انا اشفط اللي انا عايزاها بالكارتوم مش عارفة بقى الاجزاء دي كمان بتتركب على اه بتتركب على الخارتوم يعني ممكن احط الخارتوم على فكرة الجيارات اللي بتركب على المصورة بتركب على الخارتوم يعني مسلا هشيز دي كمان اللي انا هدخل وخرج الجيارات مش محتاجة لفة او حاجة هي بس بالضغط يعني مسلا دي هدخلها اهي دي كد الحاجات اللي معاها والسلكة بتاعتها تقطوب ان هي اربع متر. طريقة لمها ان انا اكيد هلفاهن. انا لسا هقول هتحطها فين? السلكة بتاعتها كبيرة اربع متر. واخر قطعة معاها بقى اللي هي دي. اه دي انا اوما شفتها قلت دي بتاعت ايه? بس دي اللي انا بركب عليها المكنسة لو انا مسلا عايز احطها في الحيط بسبتها طبعا في الحيط بالمصامير وبعدين بحط عليها المكنسة كده. يعني مسلا لو انا احطها كده في الحيطة. هسبت عليها المكنسة كده. بقيت ثبتة في الحيطة. يعني لو انا مش عايزها هتاخذ بمكان. بس انا يعني عندي هي اصلا كده كده ممكن اوقفها في اي مكان. عايزة بقى اجرب معكم المكنسة واشوف قوة شفتها واشوفها تشتغل معي واداها هيبقى عامل ازاي? وانا هكنس بيها الشقة كلها انا مش هفصل المكنسة مش هليحها. هكنس بيها الشقة كلها واشوفها هتقصر في قوة الشفت واشوفها في الاكل. هنفكها ازاي? وهنضافها ازاي? وكل ده معيكم. ويلا نقلس الشقة. اول حاجة هوصلها طبعا بالكهرباء. تمام هي ليها الزرور بتاعها هنا الباور. ده اللي باضغط عليه لما بكون ما عايزها تشتغل كده. كده بوقفها. اول حاجة بس عايزة اقولها لكم ان هي واقفة كده. يعني انا بتاعيتها واقفة. اول ما بحطها على الارض كده. بتتحط بكل. واللي لفط نظري كمان اول ما حطتها على الارض ان هي بتجري على الارض. بسم الله. بصوا السهولة اللي انا قلتلكو عليها وهي مش شجلة وهي بتتحرك بسهولة. اول ما شغلتها لا حسيت بصعوبة وانا بحرك بس طبعا ده يدل على كوة الشفط ان هي شفطة جامت فلزقة في السجادة. فمش عارفة حركها بسهولة. انا استنتجت كده سوء اكيد كده. لان هي بتتحرك هي بسهولة. مجرد ما اشغلها بحس انها تقلت كده وبقت لزقة في السجادة. بس ايه ده? طب بصوا بصوا. انا اصلا شايفة ان الارض نظيفة ولست حطاها قدامكم. بصوا شاريت لي ايه? فهي كوة الشفط بتاعتها ما شاء الله حلوة جدا. و نتكمل كنس. بصوا السجادة بتطرفها معها ازاي? هي عاستراميك ما فيهاش المشكلة دي عاستراميك بتروحوا بتيجي بسهولة. بس السجادة هي اللي عا فيها على المشكلة. جماعي يا بصوا يعني انا مش عارفة اي دي مشكلة تكون? ولا ايه? السجاجيز اه بتبقى مسكة السجادة ايجامل جدا. نشوفوا كدها تشلع ولا لأ? نقصل بقى شوية. هي صوتها على فكرة زي صوت المكنسة العادية. يعني الصوت اللي موزعيك بتاعي المكنسة هو ده صوتها. استخنت شوية بس صبرا اي مكنسة برضو كده انا عارفها اكيد مطور شغال فاكيد هيسخن. بس شغالة معي كويس جدا ما شاء الله قوة الشفط بتاعتها حلوة جدا جدا. ما شميتش ريحة الشياط اللي دايما بشمها وهي لياز شغال طبعا جاركت سكاني. بس برضو لما قربت اوي كده في ريحة. ريحة اللي هو الحرق البلاستيك او الشياط حاجة كده. بس ما بتقصرش عليها وعلى فكرة معظم الاجهزة اللي انا استخدمتها اول مرة او مريتين بيحصل نفس الريحة دي. وبعدين ما بشمش الريحة دي. المشكلة الوحيدة اللي انا حستها معيها علشان كوت شفتها قوي جدا. فمش بتروح وبتيجي على السجاجيد. يعني على السراميك جريت. ما فيش مشكلة رايحة جاية يمين شمال ماشي معي. لكن على السجادة بتبقى محتاجة ان انا اروح وعشان ارجع او امرافعها وارجع وامشي تاني. فمعرفش بقى المشكلة دي علشان كوت شفت ولا دي مشكلة فيها. انا قلت لكم اللي حاصل معي. وهوريكم دلوقتي طريقة فكها وتنظفها. انا شلت المصورة دي بس عشان عارف املكها لكن وانا بنظفها مش لازم طبعا ان انا شيل المصورة. وهنا في زرار مرسوم لي عليه سهم ان انا بضغط كده عليه لتحت. واقول ما بضغط عليه لتحت. برفع دي كده. وبتتشال معي بسهولة. وطبعا دي ما ازاي اللي احنا بنعمله في المكنزة بتاعتنا انسابها بالشهر والشهر ونص علشان ان اضافها. لا دي اعتقد ان هي محتاجة تتنظف بعد كل استخدام. بضغط على الزرار ده كده. ودي بتتفتح بكل سهولة. وبعدين بقى. اهو. سوري يا جماعة. سوري انا مش قصلي طبعا ان انا يعني كده بس انا بوريكو يعني ان هي طريقة تنظفها ازاي? وهي قد ايه نضافت كل حاجة. ده الفلتر بتاعها. دي كده الحاجات اللي كيفيتهم من السجادة. وعايز اقول لكم ان التوكة هي كمان شفاطتها. التوكة دي انا قلت هشوف ها هتشفطها ولا شفاطتها. دي كمان يعني لو انا عايز اخسلها بقى من جوة وكده. باعمل كده بس. اهي. دي كده المصفة بتاعتها. ولمعرفش ايه بقى دي الكتعة بتاعتها. واهو. طريقة فكها سهلة جدا. وتنظفها سهل جدا. وبعدين برضو هرجعها بنفس الشكل بعد ما نضفتها. وبردو انا بركبها. بدور سهم اللي هنا. وفي زي سهم هنا. بحطهم كده على بعض. وبصوا هتسمعوا ستكة كده. كده هي ريكبت. بس هوكي حاجة وطبعا الحاجة دي مش حلوة خالص خالص المكنسة. ديقتني منها جدا. هفكها كده معيكم. وهوريكم ايه هي. الحاجة دي ان المكنسة كلها او الجزء بتاع المكنسة ده كله معتمد على البلاستيكة دي. يعني البلاستيكة دي لو اتقصرت المكنسة ببقى ملهاش لازمة. لاني مش عارف اركبها لان هي اصلا بتتركب على المطور من خلال البلاستيكة دي. يعني انا كنت احب ان البلاستيكة دي تبقى حديد او اي حاجة غير البلاستيك اللي ممكن لو اي حد بيجي. يعني ان انا الاول مرة وانا بركبها دلوقتي ما كنتش عارفة هي ازاي بتتركب وقعدت احاول وبعدين لا اوقفت شوية كده. اللي هو لا دي لو دخلت في حتة وانا ما عرفتش اخرجها البلاستيكا دي لو اتقصرت. خلاص المكنسة كده كلها بوزت. فانا بعد كده جربت موضوع السهم مع السهم. هي اه دخلت لوحدها ومنجر ما تقزي البلاستيكا. بس انا بتكلم لو انا حد مثلا متفرجتش على عنها مع راشية تتركب ازاي او ان انا اشيلها ازاي وحطها ازاي وبجرب لمجرد ما البلاستيكا دي قصرت المكنسة بقى ملهاش لازمة. لان زي ما هتشوفوا كده. وانا بركبها. يعني اهو السهم. احط السهم كده على السهم ده. قطيت كده السهمين على بعض. مجرد ما بضغط كده هي بتدخل. فبصوا البلاستيكا هي اصلا اللي تعتبر مسكة الجزء ده اللي بيتلمي فيه التراب على المطور كله. فالبلاستيكا دي لو حصلها اي حاجة اعتقد كده المكنسة بوزت وملهاش اي لازمة. فانا بالنسبالي هخلي بالي وانا بشيلها وانا بركبها وهتعامل معها بحرص. ولكن لو حد هيجيبها وحاسس انه ممكن تتكسر منه او مش هينفع ياخد ريزك انه ممكن يجيب حاجة لو بلاستيكا قد كده اهو اتكسرت يبقى المكنسة كلها بوزت وملهاش لازمة. يبقى ما فكروش تجيبه المكنسة دي. ولكن لو حد هيخلي بال وشايف ان المكنسة دي كويسة وهيقدر يتعامل معها. فطبعا هي ما فياش اي مشكلة. وحلوة جدا وتنظيفة حلو جدا وسحبها حلو جدا. وهي عجبتني جدا في الجزء الخاص بالتنظيف. بس طبعا في الجزء الخاص في التنظيفة هي. لأ خضتني كده وانا بنطفها. لهو ايه ده هو انت ممكن تتكسري وبوزي كده مني في اول استخدام. ودي كمان حاجة خدت بيت. وانا بغير في الجيارات بتاعتها. بتاعتها. بتاعتها بسهول. وده كان رأيي في مكنسة اليد من سكين.